انا لا اؤمن بالصدف انا اؤمن بالتوقيت الالهي انا ولدت في عائلة مسلمة متدينة والله كان لديه خطة خطة رائعة انا كنت محبطة وفي اليوم الذي كنت سأنهي فيه حياتي يسوع اعلن نفسه لي واعطاني حياة جديدة واذا صليت معي اليوم واذا امنت معي الله سيعطيك حياة جديدة اليوم يسوع المسيح حقيقي هو يغير حياتك هو يغير مقصد حياتك ويغير امم وهذه الامم ستغير العالم اصدقائي اهلا بكم في تبني حياة جديدة في الحلقة الماضية تشاركنا قصة فيكتور ماركس وكيف وجد الرجاء والخلاص من خلال رسالة والده والده الذي رفضه منذ ولادته وقبل تلك الرسالة فان الابا الوحيد الذي عرفه فيكتور كان يعتدي عليه ويعذبه بشدة وتشير الاحصائيات التي اجريت حول سوء معاملة الاطفال الى ان طفلا يتعرض للإساءة كل عشر ثوان تصوروا كم من الحالات غير مسجلة كل سنة تسجل اكثر من ثلاثة ملايين حالة إساءة الاطفال في الولايات المتحدة وحدها أنا قادمة من تركيا وأتلقى رسائل كثيرة من الشرق الأوسط من العالم الإسلامي هذه فقط من الولايات المتحدة التي تضم أكثر من ستة ملايين الطفل وقد تبين إن إساءة معاملة الاطفال تعيق نمو الدماغ ونمو الطفل وهذا يؤدي إلى اضطرابات نفسية فالأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والرفضهم عرضة بالنسبة 95% أكثر للاعتقال كأحداث وأكثر احتمالاً بالنسبة 30% لارتكاب جريمة عنف 80% من البالغين الذين أسيئة إليهم في طفولتهم يلبون معياراً واحداً على الأقل من معايير الاضطرابات النفسية لعلك أنت اليوم من هؤلاء وسبق أن تعرضت لسوء المعاملة أن أذهب إلى مؤتمرات وأحاضر في مؤتمرات الحرية أمام أناس في السبعينات من العمر وفي أحد المؤتمرات أتت إلي سيدة في الثمانين من عمرها وكانت تتذكر حادثة اعتداء واحدة تعرضت لها قبل بلوغها الثانية عشرة وهي كانت تحمل هذا العبء طوال كل تلك السنوات ويومها نالت الحرية والخلاص أتت باكية على المذبح وقبلت يسوع المسيح رباً ومخلصاً لها إذن اليوم أود استقبال فيكتور ماركس مجدداً ليشاركنا الجزء الثاني من شهادته التي ستمنحكم المزيد من الرجاء والمزيد من قصة الخلاص والمزيد من النور قد تكون في وسط النفق الآن وتريد أن تعرف إن كان ما زال لديك أمل وأنا أعرف أنك بعد الاستماع إلى فيكتور ستقول إن فعل الله له ذلك وفعل ذلك للأخت إشك فسيفعل ذلك لأنا أيضاً شكراً جزيلاً وأهلاً بعودتك بكتور تسرني عودتي إلى هنا وإنه لأمر مبهج أن نعرف شخصاً شغوفاً مثلك ويحب مساعدة الناس الذين تألموا لأنهم كثيرون في العالم وأنت تستخدمين هذه المنصة التلفزيونية للقيام بذلك فشكراً جزيلاً وأود أن أشكرك أنت أيضاً فكما قلت لك قبل المرنامج ما من رجال كثيرين يخبرون قصصهم وقد سألوني في إحدى الكنائس مؤخراً متى سنعرف بأننا سنحظى بالنهضة كنت حين يأتي الرجال إلى المذبح باكين كالأطفال كالفتيات الصغيرات بلا خجر من دموعهم ويتلقون الحرية عند إذن سيحظون بالنهضة وفي السياق نفسه أود أن أقول لرجال كثر وللشباب الذين يشاهدوننا الآن إن التعبير عن ألمكم ليس دليل ضعف لأنه طلب مننا أن نكون خشنين أنا جندي سابق ومعلم في الفنون القتالية لقد كنت مقاتلاً وقناصاً أنت رجل حقيقي وأفهم معنى ذلك ولكنني سأقول لكم ما الفرق ومن المهم جداً أن يفهم الرجال هذا يجب أن تكون أقوياء لاقاسين ويقول شبان كثيرون ورجال بالغون يقولون القساوة هي لن يجرأ أحد على العبث معي ولن أظهر أي مشاعر على الإطلاق والمشكلة هي أن القساوة تبدأ باجتياح قلبكم ويصبح الناس غير قادرين على نيل المحبة من ذاك الجزء في قلبكم وهم بحاجة إليها وعندما يحاولون منحكم المحبة يعجزون عن ذلك وقد دربت أكثر من ثلاثين بطلاً عملت مع عناصر النخبة في القوات المسلحة بدءاً من مشهات البحرية وفي سلام البحرية ووحدات الاستخبارات والقبعات الخضراء وصولاً إلى لاعبي اتحاد كرة القدم وأن أقول لهم لا تصبحوا قاسين على الناس أن يكونوا أقوياء لأننا نعيش في عالم قاس لذلك وضمن آلية التعافي من المهم أن تقروا بما حصل لكم وبأن الأمر لم يكن عادلاً وبأنه ظلم ثم بعدها يحق لكم بأن تعبروا عن غضبكم وتشعروا بذلك الألم وتسلكوا الطريق الملائم لأن الطرق غير اللائقة تبقي الغضب في داخلكم لكن الغضب سيخرج بطريقة أو بأخرى كم من الرجال الذين يشاهدوننا اليوم تحولوا إلى القتال تحولوا إلى تعنيف زوجاتهم تحولوا إلى عصابات أو أصبحوا متطرفين والتحقوا بمنظمات معينة لأنهم يحملون الكثير من الألم من طفولتهم وكل ما يريدون فعله هو تعلمين هذا هو الفرق بين القساوة والقوة هذا صحيح وأنا أعرف أنه لو كانت مستشارة الصلاة لدينا معنا الآن لكانت قدرت قولك إذ إنها تكل دوما لا تقص قلوبكم لأن عندما نقص قلوبنا إذا الآخرين فنحن من دون أن ندري نقص قلوبنا إذا الروح القدس نحن نقص قلوبنا إذا الله وهو يستطيع دائما أن يجد فيها صدع صغيرا مساحة صغيرة الروح القدس هو دائم البحث عن تلك الفرصة الضائلة ليأتي ويلمسنا ولكننا ونحن في خضام تجارب والمحن والخيانات وكل ما نعانيه أحيانا نقص قلوبنا لأننا لا نريد أن نتأذى والمكوث في هذا الموقع خطير جدا هذا صحيح والكتاب المقدس يؤكد لنا أننا إذا اعتران الغضب يمكن لذلك أن يمنح الشيطان فرصة وكما تعلمين أن إبليس حقيقي ولديه شياطين حقيقية تدرس الناس وتلاحقهم وعندما يغضب شخص ما علما أن الغضب ليس بالخطأ وأود إضاحة أمر أجل أخبرنا عن ذلك يعني أن الله أعطانا الغضب وقد تكلمت مع أشخاص يقولون أنهم مسالمون وقلت لهم لا بأس قال أحدهم لا أريد أن أغضب بشأني أي شيء فسألته إن رأيت طفلا يتعرض لضرب مميت فماذا تفعل؟ فأجبني حسنا في الواقع لا أعلم فقلت أما كنت لتفعل كل ما بوسعك حتى ولو اضطررت إلى قتل المعتدي لتردعه عن قتل ذاك الطفل ليس تماما فقلت له عليك أن تقوم برحلة معي إلى العراق لترى ما تفعله داعش بالأطفال وستنسى السلمية في العدالة هناك فسحة للغضب حين يكون ظلم فلنتكلم نيابة عن الذين لا يستطيعون التكلم يقول الكتاب دافع عن المتهدين كيف ندافع عن المتهدين من دون فعل شيء؟ لا يمكننا أن نكون راكدين أود أن أقول للناس من هنا أيضا إن كنتم تعرفون طفلا يساو إلى يساعدون ولا تقول لا شأن لي بذلك فالأمر يصبح من شأنكم لحظة تعلمون به أصبح الأمر من شأنكم وأنتم مسؤولون عن مساعدة ذلك الطفل مساعدة امرأة يعتد عليها مساعدة مراهق يعتد عليه أو مراهق في ورطة أو يفكر في الانتحار لذا ترون في المدارس أطفالا يحملون السلاح ويطلقون النار إذ يخبئون الغضب في داخلهم وهم يصرخون طلبا للنجدة لكن الناس لا يقرؤون الأعراض ولا يعيرون أي اهتمام لهذه الأعراض وعلى الناس الانتباه إلى الإشارات والقول أريد أن أتواصل مع ذلك الطفل أريد أن أساعد ذاك الشخص ولكن بالعودة إليك فيكتور أخبرنا من فضلك كيف تلقيت الشفاء؟ كيف تصالحت مع زوج أمك؟ لأن الأمر كان قاسياً كان قاسياً بالفعل أعني أتيت إلى الإيمان من خلال والدي البيولوجي وكانت معجزة دعوته لي إلى الكنيسة نظراً إلى خلفيته وأصبحنا صديقين وكانت علاقة صداقة أكثر مما كانت علاقة والد وابنه ولكن الله عمل فينا عملاً رائعاً فعلاً عندما التقيت زوجتي وتزوجنا كان يومها والدي هو إشبيني كان الأمر رائعاً ولكن بعدها كانت أمامي حياة بكاملها فكيف أسوي كل تلك الأمور؟ وكل ما أستطيع قوله هو إنه لا يوجد صيغة بسيطة لذلك لأن حين يتعرض المرء لسوء المعاملة يصبح ذهنه مشوشاً أقول للناس إن الله قادر على إزالة خفقان البيض يعني هو القادر إنه هو بكل تأكيد هو القادر على فك كرة من الخيطان المتشابكة وهو يفك العقدة واحدة تلو الأخرى إنما ثقوا بالله وحسب اطلبوه ثم دعوه يفعل ما يريده بالنسبة إلي بدأ سلوكي يشي بي حتى كوني مسيحياً بدأت أعيش صراعاً داخلياً فقلت يا رب أنا مسيحي لقد وهبتك حياتي ألا يفترض بي أن أكون كاملاً؟ ونحن نعلم جميعاً أن هناك ألية للتقديس وتستغرق الحياة بكاملها رغم أنني سعيد لأن الله ينظر إلي كأني كاملاً في الصليب وهذا بالفعل يزيل الضغط عننا بأن نحاول فعل أموراً مهمة من أجله ولكنه يقول دعوني أحل المشاكل في حياتكم فعندما درست كلمة الله وأصبحت ملهجاً بها قرأت الكلمة قرأت الكلمة وأحببت موسيقى العبادة وبدأت بتغيير عقلي رومي 12 تقول لا تشاكلوا هذا الدهر فيما بعد بل تغيروا بتجديد أذهانكم وأحد سبل شفاء صدقي أو لا تحقق عندما التقيت بزوجتي قلت لنفسي آه يا إلهي إنها المرأة المثالية التي تتجاوز حتى أحلامي أنا أشهد على ذلك فقد قابلتها قبل جلسة المكياج وذلك لم يكن حلماً حتى بل كان حقيقة خير أننا أصبحنا صديقين إخوة وأخوات في الرب وقد استغرقها وقت أطول لتقع في حبي ولن أنسى أبداً عندما عقدنا خطوبتنا سألني أخي قائلاً أحد إخوتي الأكبر مني قال كيف هي في السرير وأجبته بكل بساطة أنا أصبحت مسيحياً وهي مسيحية جديدة وقررنا أن نتبع خطة الله لذا لن نقيم علاقة جنسية قبل أن نتزوج فأجابني بربك يا أخي الصغير هذا جنون وطابعة أعرف أنك متدين الآن ولكن ماذا لو كنتم غير منسجمين جنسياً وهذا ما يقوله العالم علينا أن نكون منسجمين ولكن في تلك اللحظة بالذات لم أكن أملك جواباً وقلت لست أدري ثم تدخل روح القدس فأجبت أخي قائلاً أخي أنت تحب سياراتي الفراري لأنه يعمل في هذا المجال فأجاب بالطبع أحبها فقلت لو توجهت إلى وكلاء الفراري الآن على الفور وسمحوا لك باختيار أي سيارة فراري وعطوك المفتاح وأوراق الملكية مجاناً لتنطلق بها شرط أن لا تجربها تنطلق بها فحص فهل كنت لتأخذها فأجابني بالطبع فقلت له حسناً عثرت على فراري وليس علي أن أجربها أبداً وأصيب بما يشبه الذهول وقال حظاً سعيداً في ذلك واحتفلنا ب سبع وعشرين عاماً معاً هذا رائع يالها من نعمة أن نحظى ببداية مماثلة ولعل الناس يجاهدون هذا البرنامج اليوم ويسخرون منا ويعتبرون ما نقوله حماقة ولكن الله يقول إن الطرق تعلو عن طرقكم وأفكار تعلو عن أفكاركم ومقاييس تعلو عن مقاييسكم ولا يعطينا العالم مقاييسنا أما كلمة الله فتعطينا مقاييسه وعلينا أن نعيش حياتنا وفق مقاييسه ولربما ارتكبتم أخطاء قبل الزواج وأنتم تشاهدون فيكتور والتسمعونه وتقولون أنا لم أحظى ببداية مماثلة ولكن أتعلمون كما قال الله يستطيع فصل بيض المخفوق يستطيع جعلكم أنقياء من جديد يستطيع أن يتهنكم وينقيكم من جديد ويجلب إليكم طهارة وهذا ما فعله لي في زواج المسيحي قبل أن نكرم الرب ولكنني كنت متزوجة قبلا وعرفت أمورا كثيرا ما كان يجب أن أعرفها غير أن الله تهارني وجعلني أنا وزوجي بريئين فكان علينا حماية ذلك قبل الزواج وسيفعل ذلك من أجلكم فثمت رجاء لأجلكم يمكنكم ارتكاب أخطاء كثيرة ويمكنكم أن تعقدوا الأمور على أنفسكم ولكن الله قادر على حل تلك المشكلة في حياتكم وعلى إلغاء كل شيء وتدبر كل الأمور صدقوني يستطيع أن يفعل ذلك أنت تنتقين بالحقيقة وأود أن أشجع الناس أيضا تعلمين أنا وزوجتي كانت لنا علاقات عاطفية قبل أن نلتقي لكننا اخترنا والله يجعلنا أنقياء يجعلنا أبرياء وأنا أول شخص في سلالة عائلتي على امتداد ثلاثة أجيال لم يقترف يوما خيانة زوجية ولم يتطلق أنا الوحيد الله يستطيع كسر لعنة الأجيال تلك وذلك بفضل قدرته وبفضل استعدادنا للقول له نثق بك وسنفعل ذلك على طريقتك وتعلمين الناس أخبرنا عن زوجي والدتك بالنسبة إليه كان ذلك على الأرجح أكثر الأمور تطرفا التي طلب الله مني فعلها علما أن ذلك كان لمصلحتي كرجل بالغ وكأب كنت في الخدمة وقد تكلمت في بلدة صغيرة وأدركت أنني لم أكن بعيدا عن المكان الذي تعرضت فيه لكل ذلك الاعتداء على يد زوجي أمي وهو كان في السجن ثم هرب منه ولم يمسك به أحد ثم عاد وسلم نفسه وكان أمرا كبيرا لكن لها قال لي اذهب واعتر عليه وأجبت آه لا أريد العثور عليه وكان الله يعرف فقال اذهب إلى المنزل حيث حصلت الاعتداءة لذا ارتعبت أنا ذاك إذ لم أكن أعرف ما الذي كان موجودا هناك ولكنني ذهبت إلى ذاك المنزل وترقت الباب وجاءت سيدة مسنة سيدة بمنتهى اللطف وسألتني هل أستطيع مساعدتك وشرحت لها قائلا سيدتي بدأ أمرا غريبا إنما قلت نشأت هنا في منزلك فقالت حسنا من هو والدك فقلت لها اسمه وقالت لي اشتريت هذا البيت منه وأخبرتها كيف هربنا منه ذات ليلة وهذا ما حصل بالفعل هكذا تحررنا منه فقالت لي أتعلم أعرف ذلك إذ كانت هناك سنديق وثياب وأغراض وأضافت وقد وهبناها للجمعيات الخيرية لكنني احتفظت بسورة لكم أنتم الأطفال وقالت كنت أصلي من أجلكم طوال هذه السنوات لم تكن قد عرفتنا حتى وكانت تصلي من أجلنا كانت تصلي من أجلنا فأشرت إلى سورة قائلا هذا أنا هذا الطفل الصغير هو أنا ولقد خلصت لقد خلصت قلت ذلك بفضل صلواتك ولا شك بفضل إيمانك إذ صليت من أجل أناس لا تعرفينهم حتى فقالت عرفت أن أمورا سيئة حصلت هنا قالت وضعكم الله جميعا في قلبي وبكل بساطة رحت أصلي لكم ومذ ذاك قوي إيماني كثيرا فالله قال حتى عندما كنت بلا رجاء كان لدي أناس يصلون لك ويقفون في الثغرة واو وأنا قلت واو لذا بعد ذلك ذهبت وعثرت عليه وحين فعلت كان قد خرج من السجن وتوالت مجريات الأمور وشعرت بالانزعاج من لقائه بعد كل تلك السنوات راح يحاول ترهيبي وكنت أقول لنفسي لن يفلح هذه المرة أبدا لأنني لم أعد طفلا تعمل على أغراقه في الحوض أو تصوب مسدسا إلى رأسه أو تجبرني على إطلاق النار على أحدهم أنا رجل ناضج لذا إياك حتى أن تحاول ذلك وهو أدرك أنه غير قادرا على ذلك أدرك أنه كان كل شيء قد تغير وسمح لي الله بأن أكون موجودا في حياته في ذلك الوقت عندما أصابه المرض وفي الواقع كنت أنا وأختي معه وعملنا على لفه ببطانية ووضعناه في سيارة لننقله إلى المستشفى أخذته إلى المستشفى عندما أصابه المرض أجل لأن لا أحد غير رغب في التعامل معه كان ببساطة لم يكن رجلا طيبا وكان الله بدأ يرقق قلبي تجاهه أترين عدم المغفرة أشبه بشرب السم نعم على أمل أن تقتل ذاك الشخص ولكن جل ما ستفعله هو أن تدمر نفسك من الداخل إلى الخارج لذا تعلمين قلت حسنا يا رب سأثق بك سأقصد ذاك المنزل لأعثر عليه الآن ماذا تريد أن أفعل؟ أنا أنقله إلى المستشفى؟ ألفه ببطانية؟ أضعه في السيارة؟ كنت راغبا في تسديد بضع لكمات إليه ولكنني وضعته في السيارة وأخذته ودخل الطبيب غرفته وقال لم يتبق له سوى أسبوعين فقط وكان أنا ذاك على حافة القبر وبدأ الله يرقق قلبي أكثر اتجاهه وهناك الكثير لنقوله لكن عليك أن تري ذلك والرجل كان يحتضر فشعرت بالشفق عليه وقال لي الله يا فيكتور عليه أن يعرفني وقلت له آه لا يا رب وقلت لا يستحق ذلك يستحق جهنم بنظرك صح؟ أجل صحيح وقال الله وأنت أيضا وفقا لكلمة أنت أيضا إنها نعمتي إنه الصليب فأجبته قائلا أنت محق ربما لم تكن خطيائي بقدر شناعة خطياء ولكن الله يطلب مننا الكمال لذا فإن المسيح وحده قادر على تقديمه وقلت لزوج أمي قلت له تعلم من رجل لرجل أنت تحتضر وستذهب إلى الجحيم بحسب كلمة الله وأضفت هل تمانع أن أقرأ لك آيات عن يسوع المسيح وما فعله على الصليب؟ وأجابني فعل ذلك إن أردت وهذا ما فعلته وصرت أذهب إليه كل يوم وأقرأ له الآيات كنت تذهب إلى المستشفى كل يوم لتقرأ الآيات لزوج أمك الذي أساء إليك والذي صوب مسادسا إلى رأسك والذي كان يغرقك في المياه وكان يسعقك بالكهرباء وكان يعتدي عليك جنسيا ويضايكك ويعذبك بشدة أريد أن يسمع الناس هذا وأنت ذهبت لتبحث عنه وعثرت عليه ورغم أن كل ما في جسدك لم يكن رغبا في ذلك إلا أنك أطعط الله كان علي أن أثق بالله أنا ذاك وتعلمين أثق به رغم أن لا شيء يبدو منطقيا وقال لي الله ثق بي وحسب ماذا جرى؟ بدأت تقرأ له كلمة الله يوميا أجل، هو لم يتجاوب وأذكر أنني استيقظت ذات ليلة قرابة الرابعة ومرة أخرى أنا لا تنهمر دموعي بسهولة تعلمين فدموعي يجب أن تدفع بنفسها خارجا لتنهمر على خدايب ولكن العاطفة أخذتني قرابة الفجر وبدأت أصلي من أجله بدأت أتوسل إلى الله لا تدعه يمت من دونك لا تدعه يمت لا أريد أن يذهب إلى الجحيم ولا يمكن أن يكون كل ذلك صادرا سوى من روح الله فيي لأنني لم أكن هذا ليس طبعي وذهبت في اليوم التالي وزوجتي نهضت من سرير وراحت تصلي معي إذ رحت أبكي بشدة وذهبت إلى غرفة المستشفى وكانت الممردة فقال لها أيها الممردة هذا ابني وأنا فخور به وأضاف لقد أصبح واعظا وأصبت بالذهول ثم راح يخبرها قائلا يساوره القلق بشأن آخرتي ولكن لا داعي للقلق بعد الآن قال سويت أموري مع الله الليلة الماضية عندما كنت تصلي له عند الرابعة فجرا وكان الأمر مؤثرا للغاية وكانت لحظات بمنتهى القدسية خرجت الممردة من الغرفة وأغلقت الباب وقلت واه يا رب ماذا تريدني أن أفعل واضح أنني أدركت الآن أنه هو من جاء بي إلى هنا لأن هذا الرجل أدرك أن الله يغفر للناس والصليبة كان حقيقيا لم يكن يظن أن بإمكانه نيل المغفرة لذا استخدم الله أكثر شخص أساء معاملته في حياته ليعود إليه ويبرهن له أن الله يحبه وأن بإمكانه نيل المغفرة كان دليلا ملموسا على حب الله له ثم سألته ربي ماذا تريد أن أقول عرفت أن مهمة انتهت وشعرت بالحرية وقال لي الله قل له إنك تحبه فقلت أبي أحبك التفت إلي ونظر إلي وكانت المرة الأولى التي ينظر إلي بهذه الطريقة وقال لي يا فتى أنا أيضا أحبك وكان أمرا غريبا أعني كنت أحسابه والدي عندما كنت طفلا ولكن أن يقول لي هذا لن أكذب ذلك أشعرني بسعادة عارمة وفي تلك اللحظة بالذات لم يكن هو الوحيد الذي تحرر إنما أنا أيضا تحررت وقد أشعرني ذلك بالرضى لأنه ساعدني لأكون زوجا أفضل ووالدا أفضل لأنني لم أتصرف في قساوة لو لم أطيع الله كنت لأكون قاسيا من دون شك نعم لذا أنا ممتن أنا ممتن لأن الله منحني فرصة لكي أخفر هذا رائع فيكتور وربما هناك أناس يشاهدون هذا البرنامج الآن ويقولون لا أستطيع أنا آسف لا أستطيع وتظن أن ذاك الشخص أود أن أسألك فلنفعل ذلك ماذا نفعل لذاك الشخص ماذا نفعل لذاك الرجل الذي اقتصبك فلنعذبه فلنقطع الصالة أو حتى أسوأ من ذلك إلى الأبد وأبد الآبدين فلنقم جميعا برميه في النار الأبدية هل سيكون ذلك كافيا لنيل الشفاء؟ صدقوني لن تنالوا شفاءكم حتى ولو شاهدتموه يحترقوا كل يوم وإلى الأبد هذا لن يمحو الألم الذي عانيتم منه لن يزيل الأذى الذي قاصيتموه الأمر الوحيد القادر على تسوية الأمور بالنسبة إليكم هو أن تقولوا لن أشرب هذا السم بعد اليوم أنا لن أطالب بالانتقام بعد اليوم حتى إنني لن أطالب بعد اليوم بإثبات حقي بعض الناس يبررون أفعالهم بإثبات حقهم حين تدخل رحمة قلوبكم كما حصل مع فيكتور يكون أمرا خارقا يمكنكم أن تقولوا هذا وقد ردت ذلك مرات عدة لا أملك القدرة أو القوة على فعل هذا ساعدني ولكني أريد فعلها إنه قرار وحتى لو تطلب مني الأمر أن أسألك مئة مرة أن تمنحني القدرة على مسامحة الرجل الذي أوسعني ركلا على الأرض وبسق علي وضربني أمام الجميع وشتمني ودمغ جسمي بحروق السجائر عندما كنت في الخامسة وأسمعني أمورا شتى ولو اقتدى مني الأمر أن أطلب من الله مئة مرة وأقول له ساعدني أريد أن أغفر فالأمر يستحق العناء حتى لو تطلب الأمر ألف مرة فالأمر يستحق العناء لأنكم بحاجة إلى المغفرة في قلوبكم قد تكونوا كزوج الأم ذاك نحن نتوجه دائما إلى المعتدى عليهم ماذا لو كنت ذاك المغتصب وأنت تشاهد هذا البرنامج اليوم وتقول لا رجاء بالنسبة إلي فالله لا يستطيع أن يغفر لي فقد اغتصبت ابنة زوجتي اغتصبت ابنتي لقد قمت بأمور تجعلني لا أستحق مغفرة الله الله يكرهني اسمع هذه كذبة لأن يسوع عندما ذهب إلى الصليب وأهرق دمه لم يفعل ذلك فقط من أجل مغفرة خطاياك أنت بل كل الخطايا كل الخطايا البشرية خطايا الجميع كالاغتصاب وسوء المعامل والتعذيب والتعنيف والقتل وجرائم القتل وكل شيء معا مات يسوع على الصليب من أجل كل تلك الخطايا عندما تقول إن يسوع لا يستطيع أن يغفر لك ربما أنت من لا يستطيع أن يغفر لنفسه وعليك أن تطلب من الله أن يمنحك القوة ويمنحك الرحمة لتنال المغفرة منه ومن نفسك عندما قتلت طفلي قبل أن يلدا بواسطة الإجهاد كان علي أن أغفر لنفسي بعد أن غفرت لأمي ولأبي كان عليهما أن يغفر لنفسيهما ربما اليوم دورك لتنال الشفاء لتنال الخلاص الجميع بحاجة إلى الخلاص المعتدى عليهم والمعتدون واليوم دورك إن استقبلته وحسب الاستقبال هو هدية عليك فقط أن تقول من دون شك من دون تردد إنني أستقبل هذه الهدية وبالتالي يمكنك أن تتحرر اليوم أود أن أدعوك إن كنت لا تعرف يسوع المسيح كإله ومخلص لك إن لم تقابله قط أدعوك اليوم لتلاوة الصلاة ولتقول تعال يا يسوع واسكن فيي أنا أؤمن بأنك مت على الصليب من أجل خطيائي وأنا أتقبل هذه المغفرة بدمك الذي أهرقته على الصليب وأنا أؤمن بأنك كنت في اليوم الثالث وبذلك سأنال الحياة الأبدية كن محور حياتي اليوم باسمي يسوع آمين إلى اللقاء بارككم الله موسيقى موسيقى